لا توجد انتصارات سهلة لتحالف واشنطن في المعركة البحرية، بل جدار صلب يزداد متانة كل يوم. تلك هي الخلاصة التي توصل إليها مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن تيم ليندر كينغ، بعد أن عجزت قواته عن كسر الحصار الذي يفرضه الحوثيون على خطوط الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي على مدار أكثر من عام. تيم الذي أقرب الفشل الذريع في تصريحاته لصحيفة بيزنس إنسايدر، قال بأن القوات الأمريكية وصلت إلى طريق مسدود في المعركة مع الحوثيين، وأن عاما مكثفا من القتال لم يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى إنهاء التهديد الحوثي، وذلك اعتراف نادر بالفشل يحمل الكثير من الدلائل. شواهد الإقرار الأمريكي بالعجز عن إيقاف الهجمات أكدتها تقارير المنظمة البحرية الدولية، والتي كشفت عن وقوع 69 حادثة ضد سفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ بدء هجمات الحوثيين، وأشارت المنظمة الدولية إلى أن سفن الحاويات كانت الأكثر استهدافا، فيما تلتها ناقلات النفط والبضائع. واشنطن المرتبكة تخشى أيضا من تحول الحوثيين إلى قوة إقليمية مهددة لمصالحها بالتعاون مع التحالف المناهض لها في المنطقة، وذلك تحذير صلطت الضوء عليه صحيفة نيوركسان، التي قالت إن إعاقة الحوثيين للتجارة في البحر الأحمر يمكن أن تصبح سلاحا قويا في يد خصوم أمريكا في انتزاع قيادتها العالمية، وأكدت الصحيفة أن المساعدات الروسية للحوثيين من الممكن أن تتطور من المعلومات الاستخبارية إلى الدعم العسكري. هذه التقارير الدولية التي تؤكد إخفاق النهج الأمريكي في ردع الحوثيين، تكشف أيضا أن الخطر لا يزال قائما بالنسبة للبيت الأبيض، الذي يصر على تسويق الأوهام للمجتمع الدولي حين يزعم في تقاريره أن هجماته عطلت قدرات الجماعة، وهو ما تكذبه الوقائع في البحار المشتعلة.